أيام وتحل الذكرى السادسة لانطلاق عاصفة الحزم العملية العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن منذ السادس والعشرين من مارس 2015 بدعوى استعادة الشرعية اليمنية عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء وانسح في نحو المحافظات الجنوبية تحل الذكرى السادسة واليمنيون يمرون بمرحلة سيئة للغاية وسط احتجاجات شعبية سببها تفاقم الأزمات المعيشية وتهو العملة نتيجة حرب لا تزال رحاها دائرة أصابت الاقتصاد بمقتل وألقت بضلال قاتلة على مختلف القطاعات إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن الاقتصاد اليمني خسر خلال السنوات الست الماضية أكثر من 100 مليار دولار خسارة باهظة دفع ثمنها اليمنيون الذين بات 80% منهم يعتمدون على المساعدات وفاقم الوضع تحالف صعودي إماراتي سطى على أهم المواقع الاقتصادية وترك اليمنيين عالة على مؤتمرات المانحين ميليشية في صنعاء وأخرى في عدن تنهب الموارد وتربك الملف الاقتصادي بل وتدفعه نحو الانهيار الكلي وهذه الأرقام كافية لمعرفة حجم الدمار الذي لاحق بالاقتصاد وحجم مأساة الناس ولغة الأرقام لا تكذب فمنذ بدء الحرب فقد الريال اليمني 250% من قيمته ولا يزال انهياره متتالياً ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 140% فقد كان السعر صرف الدولار الواحد ثابتاً عند 215 ريالاً قبل الحرب واليوم تجاوز سعره 900 ريال ومن بين الأرقام أيضاً انكماش النمو الاقتصادي أكثر من 50% من الناتج المحلي وارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 78% مؤشرات اقتصادية تشير إلى فاتورة تكاليف باهظة دفعها البلد على الصعود كافة وخلفت أثاراً صادمة على حياة الناس وإذا استمرت الحرب حتى العام المقبل 2022 سيصنف اليمن كأفقار بلد في العالم بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائية الذي أكد خسارة البلد أكثر من عقدين من التنمية ورغم كل ذلك لا يزال السنة مبعيداً وتحييد الملف الاقتصادي مستحيلاً وتجار الحروب كعاصفة مشتعلة في يوم نحس مستمر ترجمة نانسي قنقر